السلام عليكم. اليوم لدينا المحاضرة الرابعة من مادة الفيسيولوجيا Ep System in Geo. المحاضرة الماضية قامت بنا عن الـ sikretion الذي يحدث في الحلوات. في هذه المحاضرة نحن نريد أن نستكلم عن الـ regulation of the reabsorption الذي يحدث في الحلوات. أولا نبدأ فيه. لا نقوم بعمل الـ regulation لـ tubular reabsorption. ثلاث أسباب. أول سبب أن نحافظ على التوزن بين tubular reabsorption والـ aglomerular filtration. حين نعرف كيف تصدقي. ثاني شيء لتحكم بمعنى إذا أنا مثلاً فيه سبستنس معينة قليلة في جسمي فأنا أزيد الري أبزوربشن تبعها علشان أحافظ عليها في جسمي وثالث شيء أنا أتحكم بالإكسكريشن عن طريق التحكم بالري أبزورشن كيف يعني قصدي؟ أنا أتحكم في المواد اللي طالع باليورن إذا بعملها الري أبزوربشن أو لا وإن شاء الله تكون بعضها الآن أول ما نتحدث عنه هو إن شاء الله اللي قلومي له تيبرر بلانس قبل أن أقرأ كلامي السلايد دعونا أشرح على السريع الآن نحن في شكل عام بالحالة الطبيعية إذا أنا في جسمي كان عندي الفلوود والصوديوم قليل تمام والفلوود والصوديوم نعرف شيء مهم لجسمنا فالكيدني ستحاول أن تحافظ اللي على الفلوود والصوديوم داخل جسمي كيف تعمل هذا الحكي؟ هذا الحكي بتعمله إنها تقلل اللي قلومي الفلتراتي فلما تقلل اللي قلومي الفلتراتي أنا بقلل فلترة اللي فلوود والصوديوم فبحافظ عليهم بجسمي تمام؟ هذا بالحالة الطبيعية في عنا حالاتي بيحكي لنا هذه العملية تغلط وما بتصير بما معناه أنا بكون عندي قلة فلوود والصوديوم بجسمي ولكن بالغلط النفرون بيجي بعلي اللي قلومي الفلتراتي في هذه الحالة ما سيحدث؟ في هذه الحالة سيحدث أني سوف أفقد الصوديوم وفلوودز فوق النقصان اللي عندي وهذا سيكون سيئ جداً عليه ولكن النفرون يتدرك هذا الموضوع كيف يتدرك هذا الموضوع؟ نفكر بساطة هذه الصوديوم والفلوودز اللي عم تنزل يصبح يعملها reabsorption على الperitubular capillaries ويرجع يدخلها على جسمي وهذا هو بساطة الإجليوم والмотриش الاني يامي أنه أنا زدت الـGFR بالغلط فزادت الـFiltred Load فأنا أزيد الـReabsorption لعشان أردع أمتص هذه الفلتردد الـL οποي أساعتها بزيادة وهذا هو يساوي الـGlomerulotubular balance الـGlomerulotubular balance agt as another line of defense to buffer the effects of spontaneous changes in the GFR or on urine output بما معناه يعني هذه الـGlomerulobular balance نتبه خط ضفاع بتحسن لنا من ردة فعل النفرون لما كيف هو بغير الجي اف آر وبس فإن شاء الله تكون هاي بفهمة بالنسبة عندنا هلا لهذا السلاد الثاني بدنا نتحدث عن الموضوع هو الموضوع الموضوع اللي هو فعليا موضوعها المحاضرة أول شيء بدنا نتحدث عنه هلا احنا من شكل عام نعرف في عنا عمليتين عملية سيكريشن ري أبزوربشن نعرف ان الري أبزوربشن بتروح المواد سليوت والفلوود من عند ذا البلول الإنشف في سيonom الجرمي إلى تاستضرم وحذي مععوبا المباتل للزولئ المواض والفلوود متونسة والاستضرم الان هنا في الواقع في الحقيقة لايحتاج نعرف أن شئ يودينا في النصف والفليات خلال كان الى التوبيل ال Kaiser لا في العاديك المواد بنتيعه حيزه بسي Billboard مستحرك التمعارات التوارية لاندخل ويدكس لان glucكس وذلك م PAL في هذا الكاتف نحن نتعلم ما اتحدثة عنه ووحدة منهم كانت أول شيئاً عنها اللي هي الهادروستيك بريشر تبع اللي هو بيجي بدفع الفلوود والسليوت إلى الخارج للعكس وحكينا أصلاً الهادروستيك بريشر هو اللي بيكون ناتج عن وجود الفلوود معين في حيز واحنا هون الفلوود اللي قزنا عليه هو البلازما وبرضو حكينا في الباومنز كابسول في عنا هادروستيك بريشر خاص فيها ناتج على البلازما اللي فيها بتروح تدفع السليوت والفلوود الى الداخل الداخل عند جهة العكس ها وبرضو حكينا وجود قوة ثانية ثانية اسم الاشموتيك كولودي 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 black design وهذا من ت variables التي تكون متروحة في الفلوود وهنا جوراً permit dodate للترقتة بتقدم الح desp deserted وهي ق shapes they broke Option وهي ت seasons ótima العكس. وبرضو حكيا للتذكير اخر شيء انه بالباومنز كابسول ما عنا ازموتي كولودو بريشر لانه البروتينز اشمالها صعب نعملها فانه فعليا نسبة البروتينز في الباومنز كابسول هنا جدا قليلة فمنهملها. تمام. هذا الحكي هلو اتذكرنا. عنا احنا فعليا بالبيريتيوبرا الكابيريز وعندي الانترستيشي الفلويد نفس السلافة. بما معناه. انا بالبيريتيوبرا الكابيريز في عندي فلويد اللي هو البلازمة. فهذا البلازمة. افضلها هيدروستيك برشار. هذا الهيدروستيك برشار سيدفعل اشياء لبرا يعني عنو خارج منه فحيوديها لانترستيشي الفلويد. نفس الاشي عند الانترستيشي الفلويد. هي في عندها فلويد جواته هي البلازمة. فمنطقيا سيدفعل اشياء الى الجهة العكسة. برضو في البيريتيوبرا الكابيريز في عننا بروتيز حكيان اللي بروتيز تعملنا الاسموتيك كولودو برشار تسحب الاشياء وفي الانترستيش الفلويد برضو هنلاقي بروتينز وهي اللي بروتينز هتسحب الأشياء لعندها تمام بالنسبة للأرقام الدكتورة اشحكت الدكتورة حكت أرقام مش مطلوبة المهم الاشي الوحيدة نعرفه انه الاسموتيك كولويد بريشر بالبريتيوبل الكابيريز عالي جدا ليه عالي خلوها شوي وهلا حنعرف ان شاء الله وهيك المفروض خلصنا هذا السلايد وبرضو هون في عنا اللي هي الري ابزوربشن بساوي عنا اللي هي الري ابزوربشن ضرب النت ري ابزوربشن ايش معناها انه انه احنا فعلا كيف نحسب? ومنحسب حسب اللي اذا تذكروا كان هو عبارة عن ايش? كان عبارة عن السيرفس اريا ضرب مين او كمان يعني يسحب فيه مش ضرب صوري ايش اشي الثاني يسحب فيه غير السيرفس اريا الهو فاحنا فعلا اللي بأثر على الري ابزوربشن هنا هو البرميبوليتي اللي جمعناهم بمصطلح والنهت البرميبوليتي والنت البرميبوليتي اللي هما هدول فلما نضربهم ببعض بطلعوا لنا كمي الرئيبسور بيكون بيكون بطلع بالآخرة زي ما احنا تعلمنا 124 مليلي تلعه كل دقيقة تمام هلأ بدنا نعرف احنا ايش الاشياء اللي بيتأثر او البرميبوليتي بريتتعلي هادرستاتك بريشر هم ثلاثة اشياء اول واحد الارتيري لبرد بريشر ثانية واحدة هي الأفرنت أرتريول رزيستنس ثالثة واحدة هي الإفرنت أرتريول رزيستنس تمام هلا بالنسبة للبريت تيوبر الكابلري هادروستاتيك بريشر احنا حكينا الهادروستاتيك بريشر هو الضغط الناتج عن كمية الفلود الموجود بحيز معين هو احنا عن الفلود هو البلد او يعني البلازمة وبس والله كبين ما هستأبلش بالسلايد بس خلينا نفهم بفهم مع بعض تمام هلا احنا حكينا اننا بالبريت تيوبر الكابلري في هادروستاتيك بريشر ايش بيعمل هادروستاتيك بريشر بيدفع الأشياء للجهة المعاكسة بيطلع الأشياء وين بيطلع الأشياء على الانترستيشة الفلود تمام ولا مش تمام تمام هسه انفكر في الموضوع منطقيا انا عندي هادرستاتيك بريشر حلو انا لو انه كمية الدم اللي وصلت لهون صار الفوليم تبعها اكثر من الطبيعي بصح معناته هادرستاتيك بريشر حيالة وبرضو معناته انه هاي القوة اللي عم تدفع الاشياء الى الخارج او يعني للعكس يعني للجهة المعاكسة برضو ستصير اقوى صح ولا لا صح تمام هاي حطين حطنا العجلة بنخليها افضلنا ثاني اشي انا من الصح لما بدي اعمل ري أبزوربشن عم بسحب الاشياء من عند التيوبير الرومن عم بوديها على الانترستيشي الفلود بعدين بدي اوديها وين بدي اوديها على البيري تيوبير الكابيريز تمام بس هلا انا في حالة انه كان فعليا في عندي دم هنا داخل اكثر من الطبيعي والهادرستيكبرشر زاد وراح تزادت هاي القوة اللي عم تدفع الاشياء للخارج من الصح فعليا هيكا عملية ري أبزوربشن راح تصير اصعب لا تصير اصعب لانه السليوت عم بيحاول يدخل لهون ولكن عندي الهادرستيكبرشر اعلى من الطبيعي وقوته اعلى من الطبيعي فعم بيعاكسها وما عم بيخليها تدخل تمام فبس هاي هي الاسطلاف اللي بدي اشرحها وان شاء الله تكون واضحة هذا الاشي هلا حيفيد نفهم هذا السليد هسه هون احنا حكيانا في عنا ثلاثة قوة بتأثر على مين ثلاثة قوة بتأثر على هادرستيكبرشر تبع البيري تيوبير الكابيريز اول واحدة بنحكي عنها هي الارتيري البرشر هلا الارتيري البرشر في عنا اقوى عاملين بيزيدوا عنا احنا الارتيري البرشر هم زيادة الووتر والصوديوم الووتر واو زيادة الصوديوم والووتر تمام فخلينا نفكر في الموضوع مع بعض انا في عندي ارتيري البرشر اعلى من الطبيعي فالدم الواصل عندي للافرنت ارتيريول اشماله برضو اعلى من الطبيعي معناته الدم اللي داخل هنا اعلى من الطبيعي فالدم الداخل كان اعلى من الطبيعي زي ما حكيانا صار يلفرف عنا بالليجلومير الكابيريز راح طلع بالإفرنت ارتيريول ولما طلع من الإفرنت ارتيريول راح ننزل عند البريتيوب للكابيريز هلا احنا حكيانا انه الدم الواصل الريدي الفوليوم تاعه اكثر من الطبيعي لان احنا في عنا زيادة في الارتيري البرشر وهي الارتيري البرشر الزيادة تاعتها جاية انه الفوليوم زاد فانا فعليا عند الدم اللي داخل لهون اكثر من الطبيعي معناته لما الدم اللي هون كان اكثر من الطبيعي الهادرستيكيبريشر جوا هون اشماله صار فيه برضو زاد لانه الفوليوم الجوا زادت معناته أن لما بدي ااجه اعمل re-absorb من التيوبز لجوا الكابيريي راح تكون العملية اصعب وهتقل عملية الري ابزوربشن فعشان يك عم بيحكي لنا انه انا لما يزيد عندي الارتيريول بيزيد عندي الهادرستيكيبريشر وبيقل الري ابزوربشن تمام في عندنا هلأ كمان شغلتين واحد يسمها The Afferent Arterial Resistance والثاني يسمها The Afferent Arterial Resistance خلينا نشوفها مع بعض هسا إحنا في شكل عام حكينا قد نتذكر هاي مثلا ثواني وعندنا هيك هيك يا سلام على الرسم يا سلام على الرسم تمام حكينا إحنا هون مين عندنا هون عندنا هذا The Afferent Arterial حكينا أنا لو بدي أزيد ال Resistance هون إيش بعمل باجي بصغر اللوم من تبع The Afferent Arterial أنا بعمل له vasoconstriction تمام حلو الآن أنا هنا زدت الresistance عملت vasoconstriction لما أنا عملت vasoconstriction معناته كمية الدم اللي عم تدخل قلت صارت أقل من الطبيعي معناته بعد ما لفلف هنا وطلع بالإفرنت ووصل البرتوبلر معناته الدم اللي حيوصل البرتوبلر الكابيرلز أشمله كمان حيكون يا جماعة برضو حيكون أقل من الطبيعي تمام أنا الفوليوم صار أقل من الطبيعي معناته إيش حيصير بالهادروستيك بشر إيش حيصير بالهادروستيك بشر روح إيش صار فيه روح وطي فلما وطي הב�ľل عم تدفع للخارج صارت أضعف معناته صارت عملية الري أبزوربشن والدخول إلى هنا أسهل بكثير فعشان هيك أنا لما أزيد الريزيستنس تعال أفرنت بيقلل هادروستيك برشر وبيزيد الري أبزوربشن ونفس الإشي بالإفرنت أنا الدم اللي هون دخل طبيعي وصلنا عند الإفرنت رحنا زدنا الريزيستنس عملنا له وصغرنا اللومن الدم أجل لف 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 واجب أن يطلع لقل اللومن أصغر فكمية الدم اللي دخلت هون إشمالها أقل الكمية الدم اللي دخلت هون إشمالها أقل الري أبزوربشن إشماله صار أسهل ونحن نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن نتحدث عن كولويد أزموتيك برشر نتذكر كمان مرة الأزموتيك برشر ينتج من البروتينات اللي تكون موجودة بف لف لويدز وكل ما زادت عدد كل ما زادت نسبة البروتينات بهذا الف لويد بتزديد الكولويد أزموتيك برشر وكل ما قلت نسبة البروتينات بالف لويد بتقل الكولويد أزموتيك برشر لاحظوا أني عم بحكي نسبة لو سمحتوا تركز أنا عم بحكي نسبة هذي شي بهمنا تمام في عنا أشيين بيأثرون على الكولويد أزموتيك برشر أول واحد السيستيماتيك بلازمو بروتين والثاني واحد هو الفلتريشن تمام خلين هلأ نشرح كل واحدة لحالها وفي كل بساطة أول شي بالنسبة للسيستيماتيك بلازمو بروتين خلين نفكر في الموضوع مع بعض أنا في كل جسم اللي بروتين نسبته بالدم زادت تمام مع عناته الدم اللي وصل للكيدني فيو بروتين أشماله أعلى من العادة فيو بروتين الأزموتيك برشر تبعه أعلى من العادة تمام فراح لفرف بالإجلوميريولس وراح طلعها بالإفيرنت ووصل لها عند مين ووصل لها عند البريتيو براكبيلريز هس الدم اللي وصل لنا the peritube로s فيو بروتينز أكثر من الطبيعي معدم فيو بروتينز أكثر من الطبيعي يعني questionablefulloid pressure أي شيء ما لها برضو أكثر من الطبيعي فأنا killerploid pressure القلينا نذكر مع بعض نرجع على الرسمة وينها هون تمام نحكي أحنا هون خلاص بكفي حكي عن py crowd دور مين دور أختها immersive underwater أنا نحكي عندي هون itive countless kolloid pressure حكينا what's the włas بحب يسحب الأشياء عندو لأنه نسبة السيستماتيكي بروتيين زادت فرحت زادت نسبة البروتينات داخل البريتيوبرا كابيريريز. ماذا سيحدث؟ السليوت هذا دائما يعمل له ري أبزوربشن بيجي بروح على الانترستيش الفلود بيقول بسم الله القوة هاي مرة معاي فيروح بدخل وبتصير عملية الري أبزوربشن أسهل. ليه؟ لأنه الاثنان عم يتنشوا بنفس الاتجاه. الكولويد اوزموتيكي بروشر عم بيسحب له عنده والسليوت هذا عم بيحاول يدخل له داخل. فعشان هيك لما يزيد الاوزموتيكي كولويد بريشر الري أبزوربشن بيزيد. بالنسبة للفلترايشن فراكشن لما يزيد ايش بيزيد عنده بالظبط؟ قبل ما احكي خلينا نشرح شغلة على السريع مع بعض. هون احنا عنا مين يا جماعة؟ عنا هون هاي الأفرنت أرتريول وهون عنا الإفرنت أرتريول وهون في عنا الليجلوميريولاس. نعضفهم كل اياتهم تمام؟ خلينا ناخد هذا السيكشن. اخدنا هذا السيكشن نزلنا تحت. هنا بالإجلوميريولاس احنا حكينا بالعادة بدخل كمية الفلويد 625 مل بالدقيقة تمام؟ نفكر مع بعض. انا هلأ جوا عندي 625 مل الفلويد ونحكي هذول الأشياء الدوائل البنية اللي انا راسمها ايش مال هاي؟ هاي الدوائل البنية اللي انا راسمها هي عبارة عن بروتينز تمام؟ حسا هاي البروتينز احنا كل ما نمشي لا يعني احنا هون ثواني احنا هاي جهة الأفرنت وهنا جهة الإفرنت احنا هاي البروتينز كل ما احنا عم نمشي لجهة الإفرنت عم نعمل احنا الفلتريشن للفلويد ولكن احنا البروتينز بنعرف انهم ايش مالهم انهم ما بنعملهم فلتر فالفلويد عم بنقص ولكن البروتين كمية وثابتة هيك فنسبة البروتينز الى الفلويد ايش مالها عم تعلها وهذا سيؤدي إلى زيادة الأزموتيك كولودي برشب هذا ما أقوله هذا ما يصبح في الحالة الطبيعية هذا ما يصبح في كل واحد فينا أنه يكون لدينا بروتيينز والفلويد هنا نسبتهم وعند نصل إلى الإفرينت نكون فقدنا كثير فلويد وما فقدنا بروتيينز فتكون نسبة البروتينز للفلويد صارت أعلى وهذا الأشي طبعا هذا الأشي يفسر لنا هذا الأشي يفسر لنا لماذا الأزموتيك كولودي برشب على إشي هذا بس وهذا الأشي اللي أنا أتجلته قبل شوي لأنه نرجع نحكي أنا هنا كنت عندي الأفرينت وهنا كنت عندي الإفرينت تمام وإحنا عم نمشي لعند الإفرينت كنت قاعد عب بفقد فلويدز عب عملهم فلتريشن ولكن البروتينز هذول الدوائر البنية ما عم بفقدهم فلما أنا وصلت للإفرينت صارت نسبة البروتينز بالنسبة للفلويدز أعلى وإحنا منعرف ما بعد الإفرينت أشفينا جماعة منروح إحنا مندخل ومندخل على البروتينز معناته الدم الداخل على البروتينز نسبة البروتينز فيه بالنسبة للفلويدز عالي عشان لك إحنا منحكي إنه إيش إنه إزموتيك كولودي برشب عند البروتينز أعلى إشي هكترنا فاهمينها وحفظينها نرجع نكمل بعرف اللي أنا قاعد عم بتفرع مش بيناتنا هسه بالنسبة للفلتريشن إحنا فهمنا سلافة البروتينز إحنا 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 إح إذا زادت الفلترة أخرج الحربية سنزال نسبة في داخل الحربية أيضًا فيها نسبة بالإخداء rebليز Lalтов غيرها ما إيج esumotic skull deputy هناك دم دخل هذا الدم خصوصES على البروتينات عالية جدا كما تعينا قبل كبket لما يوجد عندي كثير عالي بتزيد اعادة الامتصاص لانه بتصير بنفس الاتجاه وبصير موضوع اسهل فبرضو عشان هيك انا لما يزيد عندي الفلتراشن بزيد الوزموتيك كولودي برشور بزيد الريابضروبشن اعيدها عالسريع اخر مرة حكي انا السيستماتيك بلازمو بروتينز انا البروتين الداخل عندي على الكيدني كلها بنسبته بالفلويت زادة اكثر من الطبيعي معناته البروتينز هتوصل البروتينز برضو هتكون اكثر من الطبيعي فهيزيد الوزموتيك كولودي برشور وحيزيد الريابضروبشن هاي فهمناها بالنسبة للفلتراشن فراكشن انا الفلتراشن فراكشن زدته الفلتراشن فراكشن حكينا بمعنى الحرف له الجزء اللي عم بتفلتر معناته انا الجزء اللي عم بتفلتر هون عندي هون زاد كثير فلا انا فعليا روحت فقدت الفلويد اكثر من الطبيعي ولكن اللي بروتينات زي ما احنا بنعرف ما بنعملها ٢١٦٪، ١٦٪ تحدثنت bunch of proteins في ١٥٦٪ بأن أقوم بأن أقوم بإحدث في النسبة للفلويد ١٦٪ من نسبة الفلويد ٢٣٪ ودينا بعيد polling ـ٦ وشكixíون ! ٢٠٪ نحن نذهب على الرحمة ٠٪٦٪ صدى ٢٦٪ يأتي على صدقية أكثرات سمعته وهذا يؤدي إلجاء إلى زيادة الربوج. تمام بحديث هنا، نحن نتحدث عن نفس الشرط تقنياً قبل قليلاً نحن نتحدث عن الرينال الانترس تيشرا لحسول على أكثرات أكثرات أوكولويد أكثرات بالروش هلا، أنا في شكل عام خلا نفكر مع بعض هاسه أنا أجيت. نمحي كلار الأشياء هنا. أنا أجيت هنا. تمام؟ وصلت لدي البرواتفرات وكامفاً عندني نسبة البلازما ما لها لا نسồng البلازمة قمت بزيادة الهدرستيكس وقد Trässي قمت بزيادة الجزائية جميع الت Link هستنفكر مع بعض تمام انا عندي هنا بالانترستيش الفلويد كان فيه انها هادرستيكي بريشر معين ووزموتيكي بريشر معين تمام لما اجي وصل البرتجوب للكبيلرز وجواته فلويدز كثير عالية وراح دفع الاشياء لبرا من صح معناته فعليا الفلويدز عندي عم تنتقل من هنا لعند الانترستيش الفلويد بما معناه برضو جو الانترستيش الفلويد انا عندي الهادرستيكي بريشر عم بعلا صح ملا مش صح صح منطق وبرضو شي ثاني عم بيصير نفكر فيه احنا بنعرف البروتينز البرميابيريتي تاعتها جدا واطي يعني ما بتقدر تتحرك عبر الميمبرينز تمام فنحكي انا في الانترستيش الفلويد تاعي كان في عندي هاي اربع حبات بروتين عايشة حياتها والحياة حلوة عندها تمام لما وصل هذا البرتجوبر الكابلري وجواته اللي بلازمة الكثير عالية وكان جوات الهادرستيكي بريشر برضو كثير عالي وعم بيدفع الفلويدز السوليوتز لهنا بالصح معناته انا الفلويدز اللي هون زادت بالنسبة للبروتينز بما معناه انا نسبة البروتينز النسبة تحت البروتينز على الفلويد قلت ليه قلت لانه انا الفلويد اللي عندي هون صار اعلى من الطبيعي معناته معناته الاوزموتيك كولودي بريشر ايش هيصير فيه جماعة الاوزموتيك كولودي بريشر حينقص وهذا هو المكتوب هون عم بيحكي لنا بحالة زيادة الاوزموتيك كولودي بريشر اسحبوا لعها شوي هلا باش رح على حالها بحالة زيادة الأزموتيك كولودي برشور بالبيريتوبرا كابلري بصير في عنا لأبضورشن أقل هذي شي شرحناها قبل شوي وبنفس الوقت هيزيد في عنا الهادروستاتيك برشور بالانترستيش الفلويد وحيصير في عنا بروتين دايليوشن وحيصير في عنا نقصان في الكولودي ازموتيك برشور تمام تمام هلا هاي أنا سحبتها اللي سحبت عليها هاي نفس المبدأ انا نفكر فيها في الموضوع انا هذا الدم اللي وصل لعندي مثلا كان فيه ايش كان فيه نقصان بال ازموتيك كولودي برشور واحنا حكينا يا جماعة الازموتيك كولودي برشور بحب يسحب الأشياء اللي عنده طيب هاي قوة صارت أضعف معناها قوة السحب اشمالها صارت أضعف معناته برضو اللي فلويد صارت جمع هون وحيعمل نفس النتيجة اللي فلويد صارت جمع هون رح يرفع الهادروستيك برشور وحيعمل دايلوشن البروتينز حتقل نسبة البروتينز جوه الفلويد وحيقل الازموتيك كولودي برشور ان شاء الله واضحة هسا هذا الحكي الكلياتو لما يصير ايش بيصير فيه عندنا يا جماعة اللي بصير فيه عندنا يا جماعة مصطلح اسمه الباكليك ايش معناته معناته نفكر في الموضوع كمان مرة مع بعض معلش سمحوني انا بدلنا يكرر الكلام انا عندي هنا الهادروستيك برشور زاد فراح عندي هون الهادروستيك برشور برضو زاد تمام هسا انا كسليوت يعني قاعدة في هال لومن وحبيت اعمل يعينا الحبيت انا ارجع على الكبيري حر راحت بتترجع لقيت انه هون الهادروستيك برشور اول شي عالي خف ايمانها ولما بدها تروح عند البرتيريواب لكل الي قابل لقيت انه لسه جوي البرتيريواب لكل عام فهي فعليا يعني بدها تروح هون يدوب زابطة وبدأها تذهب هنا ليس الضابطة بالمرة فالذي يحدث أن السوليوتس اللي عم توصل لهنا بتروح بترجع بتندفع لأين بترجع تندفع لهون ليه بترجع تندفع لأنه فكور بساطة إذا منلاحظ محصلة القوة كلياتها عم بتودينا لليمين لا عم بتودينا لليمين لأنه الهادروستيكي بروشر تابع عم بتدفع الأشياء لهنا فالأشياء هتتجمع هنا والهادروستيكي بروشر بردو صار أكثر من الطبيعي وعم بتدفع الأشياء لليمين فبرضو الأشياء تتجمع هنا وفكر في الموضوع منطقيا لها دروستيكي بروشر بها الحالة ما حيتفع على الإشمال لأنه عفن منك هنا هاي هلا حكناها هي أكثر بكثير فبتصير في عنا قوة مودة على اليمين هنا وقوة بتودى على الإشمال اللهم إنه القوة اللي عم بتودى على اليمين هي الأكثر فهي اللي بتفوز فهي اللي بتودينا الأشياء على اليمين I hope إني ما أكون عقدت الأمور بزيادة وإن شاء الله تكون مفهومة آخر شيء بدنا نتحدث عنه اللي هو في عنا هالة هنه هنه إحنا مثلا البرتوب الكابليريابذوربشن زاد من اللتيوب يولز تمام فلما يزيد منطقيا أنا روحت ثواني أشيل كل الخرابيط أنا رسمتمالش صبركم علي صبركم علي بم 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 ثواني أمحي أسهل صح تمام هسا أنا عندي هنا روحت اللي عملته إنه الري أبزوربشن تبعي يزاد معناته السوليوتس صارت في شكل عام تروح لأين صارت تروح لعند البراتيوبر الكابلريز السوليوتس تمام السوليوتس والفلود لما نعملهم ري أبزوربشن زي ما حكينا داما اللي بروتينات الحزينة أشمالها اللي بروتينات الحزينة بتظلها في مكانها اللهم هلأ أنا روحت فقدت فلودس من هاي المنطقة معناته الأزموتي الكولودي بروشر هنا أنتو جابوني هسا أش هيصير فيه هيزيد ليه زاد لأننا عب بفقد الفلودس ولكن البروتينات ثابتة معناته نسبة البروتينات بالنسبة للفلودس زادت وزادت الأزموتي الكولودي بروشر ولكن اشطر عندنا في الهاتروستيك بروشر هنا قل ليه قل لأننا عب بس أسحب الفلودس لما عملهم ري أبزوربشن وبس هاي خلاصة هذا السلايد هلا أحلا نحكي عن مصطلحين البروشي ديوريسيز والبروشي نتريوريسيز الديوريسيز هي الوصف الواتر الناتريوريسيز هي الصوديوم تمام هلا في شكل عام حيث نعرف لما البلوشي يعني أكثر عاملين يساهموا بزيادة البلوشي هم زيادة الصوديوم ويرافقها دائما زيادة الماء ولكن عندنا في جسمنا نحن نزيد البلوشي كثير دائما الكيدنيز تعمل تعمل الاجتماعات لراجع أمامات وواتر وصوديوم كيف هذا يحدث هذا يحدث عن طريق ثلاثة ميكانيزم أول ميكانيزم هي شغلة الميكانيزم تعمل الاجتماعات تزيدنا جي افار بما معنى تتذكروا أن البروشي كان جوه الاجتماعات الطبيعية بين 80 وبين 180 تمام لما يكون بين هذا الرينج دائما يعمل الاجتماعات تمام هذا الاجتماعات تتذكر كيف كان الميوجينيك كان في عنا الاجتماعات وفي عنا العوامل تمام ف طول ما كنا في هذا الرينج وكنا عم نتراوح نقدر كنا عن طريق الاطوريجليشن نراجع لالبروشي الطبيعي اللي هو كم اللي هو 125 ولكن بحالة أنه هذا البروشي صار أكثر بكثير وتجاوز الميوثمانين الاطوريجليشن ما بشتغل خلص بوقف شغله ايش بيصير عنا اللي فعليين بصدر لأن خلص ان الاطوريجليشن ما بشتغل تمام فاحنا عنا البروشي اللي واصل الاجتماعات ميوثمانين معناته اللي بلد فوليوم اللي واصل ايش مالها عالي معناته الهادروستيك برشير ايش ماله عالي معناته اللي غلومر الافلتريشن ريت هيكون ايش كمان عالي فحيصير يعمل فلتر للصود من المي الجادي اللي جاي بزيادة بشكل أكبر بكل بساطة ثاني شي وإحنا أخذناه قبل شوي احنا منعرف زي ما حكينا قبل شوي لما يكون البلد فوليوم الدم واصل عالي ف سيزيد الهادروستيك برشير بالبيريتيوبرال كابيريريز طبعا الفازاركتا هي عبارة عن أحد البيريتيوبرال كابيريريز الموجودة عندنا تكون هي تقليبة موجودة بجنب اللوبو فنلي فبس يعني هاي انتو الفازاركتا الدكتورة بالمحاضرة قرأتها بيريتيوبرال كابيريري فانتو اعتبروها نفس الاشي لأنه هاي يعني بتكون احدى Neptubal اللي عنا إياهم فاحنا زي ما أخذنا قبل شوي زيادة الهادروستيك برشير في Learn بيزيدنا الهادروستيك برشير في الانترستيش الى الفلود فبيعملنا имер Allah تبع الواتر والسوديوم وبيعملنا باكليك نطلع عليها شbinary حين اللاою زياد اللا هيزيد فالري ابس هيصدر أضعف وأصعب و سهلك هيصدر قبل شوي والآخرية الانجيوتينسل باستخدام الانجيوتينسل نحن نعرفه بشكل عام يتم إفرازه وانا نوجه بلد نجمع الطبيعي فأحنا في هذه الحالة لدينا البلد بشار قليلا ما هو أن يحدث؟ العكس طويلة أنا أقله الإفراز الانجيوتينسل لأنه لما أنا أقله الإفراز الانجيوتينسل سأقله الأسفل كثيرا وفي حيقل البلد في شكل عام لأنه يعني ثم إذا كان ماء بالتحرق السودين، ثم ثروتين تكرراء السودينك وении واحد يمكن أن يدخل الألدوستيرون. فالنحفظ سوديوم يدخل الألدوستيرون وا ūصدقر. نحفظ أن الألدستيرون الانداريكت والصوديوم الانداريكت الآن هناك الهرمون التحكم في الهرمون أول واحد من الهرمون الذي نتحدث عنه هو الانجيو تنسين 2 الانجيو تنسين 2 نتذكر الذي يفرز عندما نقل الهرمون يقل وعندما نسبة الصوديوم في الدم يقل وعندما يكون هناك قد يقل هذا هو كلياتهم استيميلاي لإفراز الانجيو تنسين 2 حسنا نبدأ من الأول نحن نقل من الانجيو تنسين 2 إفراز الرنين كيف يحدث هذا الحكي؟ هذا الحكي يحدث أنه إذا تتذكروا هناك الرنين يأتي الرنين يأتي عند الليفر يكون الليفر يطلع اسمه انجيو تنسينجن يحاول الانجيو تنسين 1 يتحول الانجيو تنسين 2 عن طريق الانجيو تنسين 2 وهذا يمكننا أن نقل الانجيو تنسين 2 وأيضا نعمل على السريع لاحظوا أننا قلت الانجيو تنسين 2 صوديوم وفوليو ديبليشم نعرف فيها أو بلد بلد بلشر بالإضافة نأخذ سريع على المحاضرات الماضية تذكروا هذا الحال الذي قلناها عندما بلد بلد بلشر يوصل قليل نسبة الصوديوم وكلوريد الصوديوم تدخل قليل لتحسس الميكوردينزا ويظهر على الناتريك أكساد وكروستيقلن والناتريك أكساد وكروستيقلن ويظهر على الرنين فقط لأحببت أن أقول لكم في شكل عام ما هي الاستيوميلاي؟ حسنا ما هي الأشياء اللي ستصبح لدينا عندما أنا أجل أفرز الانجيو تنسين 2 أول أشياء هو الانجيو تنسين 2 معادة مين؟ معادة الأفرنت أرتريول وإذا تتذكروا وقتها حقيقة ما بيعمل أفرنت أرتريول هم معرفين السبب تحديداً بس شيء منهم ما بيحكي لأنه بيكون فيه بروستاغلاندين و ناتريك أكسايد أردي على الأفرنت فزي هو بيعمل كونتر أكت لشغل الأنجيو تنسن لأن ناتريك أكسايد و بروستاغلاندين بيعمل نفازو ديوليشن فبيصيروا عقص بعض فالأفرنت ما بتتأثر وفي ناس بيحكوا أن الريسبتور إذا عند الأفرنت أرتريول للأنجيو تنسن أقل من الموجود بالإفرنت فهو ما بتأثر بالأنجيو تنسن تمام؟ تمام نركز هلا نرجع نحكي نحن عن نقطة كونتريكت إفرنت أرتريول نرسم عليه سريع بس نصمة سريع هاي هيك ثواني تمام وهي كده 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 هسا أنا عملت كونتريكت الإفرنت أرتريول هاي هالإفرنت أرتريول عملت لها كونتريكت رح نصغرنا اللومين تبعها تمام مع ناتو الدم اللي عم بدخل هنا عم بواجه صعوبة أنه يطلع هلو ولا مش هلو حلو تذكروا احنا حكينا إذا تذكروا زمان لما يصير هذا الحكي احنا الدم عنا هنا اش بيصير فيه الدم هنا بتتجمع لما الدم يتجمع هنا اش بيزيد عنا يا جماعة بيزيد عنا احنا الفلتراشن فراكشن وبزيد عنا جي اف ار إذا تذكروا لماذا هذا الحكي عم بيصير لان انا فعليا خلص الدم عم بيطول هنا عم بيزيد الجزء اللي عم بتفلتر منه وعم بيزيد عم بيزيد عم بيزيد تمام ونحن حكينا قبل شوي لما يزيد الفلتراشن فراكشن ايش بيصير في البري تيوبيلر بيزيد و ارجع وعيد ايش رحت عقابل شوي بأول المحاضرة اذا حبين تفهموها بس احقرأ قراءة هلأ هاي اول شي بالنسبة ل بالنسبة لنا فيه برضو الريزالتس ثانية اذا بنتذكر الانجيو تنسين 2 وين بيروح الانجيو تنسين 2 بيروح عند الادرينا الكورتكس بروح خاصة على الزونا غلمريلوسا وبطلع لنا الالدوستيرون 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 بيروح لنا الديستاليوتيبيول وبيزيد اعادة امتصاص الصوديوم والماء فهذا برضو ايش بيعملنا انكريس بالصوديوم تزيد البلد وهكذا هنا بحكي ان احنا هلا حكينا الانجيو تنسين 2 في شكل عام ثواني اتوقع ايوهي هون تبعا الانجيو تنسين 2 بتذكر انا حكيت غير انه هو بيعملنا كونسريكت الافرنت ارتريول انه زي بروح على البيومين سكابسول وبيعمل اعادة امتصاص للماء والصوديوم للأسف طلع هذا حكي مش دقيق طلع هو بروح حكي انه بروح البيومين طلع لا طلع الانجيو تنسين 2 بروح على البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول تمام تمام فبس هيا بروح اذا حبيت اتحدث فهو هلا يأتي عند البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول هيا الانجيو تنسين 2 هيا الانجيو تنسين 2 هذا الرسبتر تتذكر انه بالمحاضرة الماضية حكيت دائما اول شيء نعمل منشغل صوديوم بوتاسيوم ح 이번 بينما الصوديوم احنا وناعمل تمام هذا الحكي نحن لا نعمله نعمله عشان نعمل جو الخلية عشان يصير في عنا فرق تركيز عشان مثلا هنا يصير دخول الصوديوم أسهل عشان يصير هو خلاص لأنه أسهل يدخل بفرق التركيز لأنه أصلا هنا عم نطلعه هنا فنسبته جو الخلية أشمالها قلت فصار في فرق تركيز بين بره وجوه فصار سهل للصوديوم أنه يدخل لجوه وهاي نحن أيضا في المحاضر الماضي اسمها كان صوديوم هادروجين آيون إكسشينجر تمام فعندنا صوديوم بدخل وعندنا هادروجين آيون ما هو يصير وفي معلومة عندما نعمل للهادروجين آيون سيكريشن دائما بالعكس يصير في عنا بايكربونات ري أبزوربشن يعني أنا أتخلص من أسد عم بعمله سيكريشن بعمل ري أبزوربشن لأشي بايسيك قاعدة والعكس صحيح إذا نعمل أبزوربشن لأسد اللي هو الهايدروجين سيكريشن للبيكربونات تمام تمام فإحنا عندنا هنا بيجو الصوديوم والبيكربونات بيطلعوا مع بعض لبرة عن طريق على الأغلب اللي هو هذا الترانسبورتر اللي بيكون إنه البايكربونات تركيزة جو الخلية أعلى من برة فهي تطلع لبرة وبتسحب الصوديوم معها هاي المرة تمام 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 في عنا هلا هنا الإفكتز من النجي تنسين 2 قمنا على البيكربونات نروح نفصلها بزيادة كما نحكي النجي تنسين 2 تزيد الرزيستنس بالإفراند الرجال يزيد الرزيستنس بالإفراند الرجال عن طريق أنه يعملنا فازو تمام تمام هذا حقي عندما يحدث نحنا نحنا صحيح نحنا نحنا هاي هاي نحنا وهي طلع هنا بالأفرنت أرتريول. اللهم احنا هنا نعمل فازو كونسركشن تمام؟ عندما عملنا فازو كونسركشن الدم اللي وصل لهون ما له يا جماعة الدم اللي وصل لهون حجمه أقل من الطبيعي فاشحيصير في الهدروستيك بريشال؟ هدروستيك بريشال هيقل وبنفس الوقت احنا لما صغرنا الأفرنت أرتريول الي هون بالصحة كان الدم اللي جمع هنا صار له فلتراشن فراكشن أعلى ولما صار فينا فلتراشن فراكشن أعلى فقدنا فلويدس أكثر ونسبة البروتينز بالنسبة للفلويدز زادت فالدم اللي وصل له كان فيه نسبة البروتين بالنسبة للفلويدز أعلى فبنفس الوقت اللي هو الهيدروستوتيك برشار قل بالبروتوبر الكابيريز بيكون ايش صار لنا بالأوزموتيك بيكون احنا صار لنا بالأوزموتيك زيادة أتمنى تكون مفهومة بإذن الله يعني أرجع لكم إياها في شكل أفضل أنا عندي الدم دخل تمام الدم لما دخل احنا رحنا عند الإفرينت أرتريول هنا عملنا له فازو كونسريكشن وصغرنا اللومين سيصير في عنا شغلتان أول شغلة حتصير الدم حيتجمع هنا حينعمله فلتريشن أكثر ونحن حكينا نعمله فلتريشن هو السوليوتز والفلويد ولكن البروتينز ستبقى ثابتة فالدم لما يجي يطلع من هنا حيكون البروتينز عددها ثابت ولكن الفلويد قل فهيك نسبة البروتين بالنسبة للفلويدز زادت وهكذا الوزموتيك كولودي برشار برضو زاد تمام تمام وبنفس الوقت احنا لما عملنا فازو كونسريكشن هنا ما عم نسبح لكمية الدم اللي تدخل هنا تتكون طبيعية كمية الدم اللي تدخل هنا اشمالها أقل ونحن حكينا كمية الدم لما تقل الهيدروستاتيك اشماله الهيدروستاتيك برشار اشماله هيقل وهذا اللي مكتوب هنا انا هيني زيت الريزيستنس تبع الإفرينت أرتريول هيقل الهيدروستاتيك برشار وبرضو بنفس الوقت زي ما حكينا الرين البلد فلو اللي عم بيعبر عبر الإفرينت أرتريول رح يقل فهيكون احنا لدينا فلتراشن فراكشن أعلى وحيزيد بلوزموتيك كولودي برشار بإذن الله اش تكون واضحة بالنسبة للأدوية اللي هون الدكتورة حكت احنا هناخدهم بالفارما بس نعرف انه يعني شكل عامة انا هدول بيروح بوقفه انزيم بيروح بوقفه انزيم هذا فبمنعه تحول الانجي تنسن 1 للانجي تنسن 2 فهذا اشي ممنح فعليا يعني خلاص هذا عيو عمل انهيبت للانجي تنسن هاي طرق يعني هاي فعليين هاي طرق انه نعمل احنا بلوك للانجي تنسن 2 تمام في عنا الثاني هو انجي تنسن 2 انتاجونيست هدول اللي فعليا بيروح بيعمل حاله زي كي انه انجي تنسن 2 وبس يرتبط في الرسبتر بيحكي لها خدعتك انا رح اوقف شغلك وبوقف شغلها ثالث واحدة اللي هي الرنين انهيبترز الرنين انهيبترز اللي هم بوقفوا ايش يا جماعة اللي هم بوقفوا الرنين شخصيا هذا اللي احنا عم نطلع هون عم بوقف الرنين شخصيا فأنا لما اوقف الرنين شخصيا رح تقل برضو عنا رح يقل اوين احنا فعليا لما نقلل كل هدول منقلل الالدوستيرون اللي هم بيفرز ليه لما نحن حكي انا اصلا الالدوستيرون افرازه هاي هون افرازه بيعتمد عن الانجيو تنسن 2 فأنا كل هالأدوة استخدمت عشان اقلل افراز الانجيو تنسن 2 طبعا الالدوستيرون وسيقل افرازه معا تمام وحيقل الاسيOC الاسدور وقيقل الاسيOC لما نقضى الانجيو تنسن 2 ايgt الانجيو تنسن 2 يصبح الاسيOC في الاسيOC وهذا كله يقضي وقلل الاسيOC تمام الان نحن الهرمون الثاني وهو الالدوستيرون ، كما قلنا قبل قليل يفرز استجابة الانجيوتنسن 2 ومن المحاضر الماضي يعمل في الالدوستيرون وفي الالدوستيرون خاصة على السلز المديرة يعمل الماء والصوديوم هذه هي السلزة تكون موجودة اما عند الالدوستيرون اما عند الالدوستيرون يعمل الماء والصوديوم يعمل الماء والصوديوم ويقوم برد البوتاسيوم ونسبة خلية وقلت وقلت ويقوم بفرق تركيز ويأتي الالدوستيرون وفي الوقت فتح لنا الالدوستيرون لاحظوا هؤلاء اسمهم سوديوم اكسشنجر اناك والدكتورة تحتاج الامتحان كلمة اناك وهي موجودة باللسادات في المحاضر ويجب انتبه ان هذه الامتحان اسمها اناك ونلاحظ ان الالدوستيرون يفتح هذه الالدوستيرون نحن قلت نسخ الصوديوم وقلت نسخ الصوديوم ويقلت فرق تركيز فالصوديوم سهولة عبر الالدوستيرون وبنفس الوقت الالدوستيرون يخرج وفي الالدوستيرون هذه الالدكتورة لم تقلقها فعليا بس انه خلص ترك ربط الله هيحكي لها بالمحاضر الماضي المفروض وزي ما حكينا دايما اذا الصوديوم دخل مين هي حاجه؟ الووتر اللهم هون عم يفرجين ان الووتر مو قادر يدخل لان الصوديوم يعني ما عم يدخل فعليا فبس والله الآن بالنسبة لمن بالنسبة بالنسبة لهذه الرسمة هنا بس بحكي انها شغلة ثانية اول شغلة زي ما حكينا هنا هو يزيد تبع الصوديوم ويزيد السيكريشن تبع البوترسيوم ولكن الالدوستيرون بعملنا شغلة ثانية على الانتركيليتد بيسيلز ايش هو بعملنا؟ لا عفوا على الانتركيليتد الانتركيليتد سامحوا اذا نتذكر الانتركيليتد ماذا كانت تعمل عليها الالدوستيرون يعمل عليها عندما يكون لدينا اسيدوز يعني لدينا زيادة اسادي تبجسم ايش لما يكون لدينا زيادة اسادي تبجسم فاكي الالدوستيرون يفرزلنا الهيدروجين عشان يقللن البيئاتش عشان يزيدلنا البيئاتش وليعملنا عبر البوتاسيوم طبعا هلأ ممكن ان تتحدث انت عفوا منك لكن الآن أجل الألدستيرون يقوم بعمل إعادة امتصاص أكثر للصوديوم و يفرز لنا البوتاسيوم باليورين ولكن هنا فكرة أنه كمية إعادة امتصاص البوتاسيوم جدا قليلة مقارنة بالشيء الذي نفرزه هنا لكي محصصة الألدستيرون دائماً أنه يقوم بعمل إعادة امتصاص للصوديوم و إفراز باليورين للبوتاسيوم و الأشياء تحكمون في الألدستيرون مثل NG-10-2 يتحكمون في الألدستيرون الثاني شيء الاستي تيت اتش متى اصلا بشتغل لما انا بدي ازيد نسبة المي بجسمي بدي اعملها عادة امتصاص واحنا بالعادة حكينا عشان نعمل عادة امتصاص للمي غير اننا مثلا نفتح البورز عن طريق الاستي تيت اتش برضو بيجي الاستي تيت اتش بيحفزنا الالدوستيرون عشان الالدوستيرون يصحب الصوديوم كمان ونقدر نرفع كمية المي بجسمنا اكثر واكثر كما نرى نروبا حكراها Essa حكراها هذه الاستي pool て موضوع شهادة لعندها حكراها السحوصة الم�ته انا ماى في الأدوستيرون يصح واكذا اكون لدي CannesS اما احد اذن نقصان صوديومي بالجسم أنا ف languages والانتوجين الى بالنزارة اصلاق الصوديوم ولا الخلاج الانتظوص مواجدي لصوديوم لأحدث اثن께 ت argumentينها وأرجع لها لكي أشعر حالي تضربت فيها كما قلتنا ACTH تفعل عندما يقل ونزيده بإعادة امتصاص الصوديوم والماء ACTH يقوم بإعادة امتصاص ماء ويقوم بحفز أن يعمل الألدوستيرون لكي يعمل الألدوستيرون أما الأشياء التي تقلل لنا وتعمل لنا إنهبت للألدوستيرون هي مثلا نسبة الصوديوم في دمي زادت أو تركيز الصوديوم في دمي زاد منطقياً يجب أن يعمل الألدوستيرون لذلك الألدوستيرون سيعمل إعادة امتصاص بزيادة وهناك الأتريال نتريتيك فاكتور سنأخذه الآن في الصحابة التي تحت هذا هو بس عبارة عن پيبتايد يصبح من القلب ماذا يصبح من القلب؟ يصبح من القلب عندما يشعر تفش هذه الأتريتش يشعر تفش ذاهم لأنه كمية الدم في القلب ثم تزيد كمية الدم في القلب تزيد يأتي أتريك في القلب بداية يأتي هذا الاتريال نتريتك بيبتايد بحسن فنعمل له سيكريشن من الكارديك أتريا فهو يروح على طول نعدة أشياء أول واحدة بيعمل انهيبشن للصوديوم ري أبزوربشن من الكوليكتك باكت بيعمل انهيبشن للرينين والألدوستيرون ريليس هذين الفنتين يا جماعة منطقيات لماذا؟ أنا عندي مشكلة للبلاد فوليوم زايد فأنا بدي أقلله كيف رح أقلله رح أوقف ري أبزوربشن الصوديوم وهلا حكي أنا هو يعني معناته بيعمل لإنهيبشن للمين بيعمل انهيبشن للألدوستيرون فقط وحكينا الرينين هو نفس المبدأ بحب يرفع البلاد فوليوم فأنا في هذه الحالة ما بدي أرفع البلاد فوليوم فأنا بدي أرفع البلاد فوليوم فأنا بزيد الليجلوم رفلتراش الريت فأنا بزيد فالترة الصوديوم والماء إن شاء الله تكونوا محاضرة باضحة